اي ميكروفون فيهم افضل اهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة معدنا مع المايكروفون الديناميك. مايكروفون الديناميك النهاردة هنعمل مقارنة بين مايكين مهمين جدا لقيتهم موجودين في السوق دلوقتي وممكن احنا نستفيد جدا من المقارنة ديت للناس بالذات اللي عاوزة تستعمل المايكروفون والديناميك. زي ما شرحنا قبل كده في حلقات قديمة راجع الحلقات القديمة عشان نعرف انواع المايكات ايه بالزبط. المايك الديناميك ساموه دايناميك دايناميك يعني يعني متحرك. متحرك مش سابت. ليه? لان هو معمول اساسا للناس اللي هتمسك مايكروفون في ايدها وتتحرك وتروح بيه وتيجي وتقدم برامج وتكلم ناس وبتاع. فالمايكروفون ده معمول اساس عشان تتحرك بيه الحركة. الناس كلها اللي بتشتغل على المسارح وبتغني وبالصوت بيطلع منها وهي بتتحرك على مسرح غالبا بيستعملوا المايكروفونات الديناميك دي. ممكن تستعمل كندنسر ممكن تستعمل بس الديناميك هو الغالي في الموضوع ده. في حاجة تانية مهمة جدا عن الديناميك. الديناميك حساسيته بتبقى اقل بكتير من الكندنسر. ليه? عشان كده لما بستعمله ممكن اقرب من بقي اكتر من غير ما اعمل اصوات وحشة تطلع مني او الصوت بيعالي جدا على الكابسولة بتاعت المايك. تاني حاجة بيرفض الاصوات اللي حواليه. فدائما لما انت تبقى واقف بتغني كده ما بيلقطش صوت الجمهور. ما بيلقط صوت واحد ماشي في الشارع باندي على واحد صاحبه. وما وقف جنبك غالبا الصوت ما بيطلعش فيه الا لو كان الصوت عالي جدا عشان يقدر يطلع من الجنب يلقط معاك في المايكروفون الدايناميك. عشان كده هو المفضل في اللايف. ممكن تستعمله في التسجيل في البيت طبعا ممكن تستعمله في التسجيل في البيت وممكن تستعمله في التسجيل لو بتعمل برنامج ازاعي. وفي الحقيقة اه حد وقت قريب المايكروفونات الدايناميك دي كانت هي سيدة الموقف. يعني مؤخرا زهر الكوندنسر دوت وبدأ ياخد مكانه في السوديات البيت. كل الغالب قبل كده كان مايكروفونات كلها دايناميك. عندي الستاندرد بتاع المايكروفونات الديناميك هو مايكروفون دوت. المايكروفون دوت اسمه شور اس ام فيفتي ايت. ده يعتبر العظمة بتاعة اي ستوديو. يعني دوت تخبطه في الحيط ويرجع لك زي ما انا قلت قبل كده. ميكروفون هيل جدا صلد جدا ما ما بيعتلش. آآ بتاخده معك كل حاجة. صوته امين جدا. بيطلالك بالزبط الصوت بطبقات صوتك الموجودة زي ما هي امين جدا في نقل الصورة. وكانت بتستعمله ازاعة البي بي سي او الازاعة البريطانية لحد وقت قريب اه كان هو دوت الميكروفون الاساسي في السبعينات والتمانينات مع ازاعة البي بي سي. فعشان كده اكتسب شهرة واكتسب صمعة وصيت ان مؤسسة كبيرة زي البي بي سي بتستعمل المايكروفون داي يبقى لازم يكون كويس. وفعلا كان اقتصادي جدا وكان ممتاز جدا في نقل الصوت وما كانش فقا مشاكل خالص. آآ فضل لحد الان هذا المايكروفون محتفظ بقيمته يعني لازال تمنه ما بيتغيرش. تمنه هو ثابت يعني ما ما بينخص. ممكن بينزلوا منه نسخ تانية على اساس يعني نسخ منه بنص تمنه. بس بيتها لي هي هي نفس النفس النسخة ايه. آآ بالصدفة انا واقع ايدي على مايكروفون من شركة اسمها اي كي جي. شركة اي كي جي شركة مهمة جدا في عالم الصوتيات للناس اللي عندها مايكروفونات وفيها مايكروفونات استوديوهات على اعلى مستوى هي بتستعمل دلوقتي من قمة نجوم العالم في التسجيلات الصوتية. المايكروفون دوت جميل جدا اسمه بي فايف اس. اللي عجبني فيه طبعا سعره. سعره كان حوالي تلتة تمن المايكروفون دوت. فانا قلت اجرب المايكروفون دوت لان انا استعملته في وكان ممتاز جدا وصوته كان حلو مع واحد صوته تريبل شوية زي صوتي. فالمايكروفون ده كان كان يعني او يعني آآ لامع اوي في ان هو هين الصوتي. فانا قلت اشرككم معاه في التجربة ديت. في ميزة كمان لمايكروفون دوت عن ان ما فيهوش اي زرار تقفل بيه الصوت خلاص. هو انت بتحطه في الكابل خلاص هيفضلين الصوت على طول انت رفش تطفيه. المايكروفون ده ليه زرار انه بتقطر تطفي وتفتح الصوت فانت بتتحكم امتى عايزو ينقل الصوت وامتى ما ينقلوش. يعني اعتقد ايه مش ميزة كبيرة ولكن انا ساعدت بيها يعني. ولكن اللي كان اهم عندي كان امنته في نقل الصوت. اللي هيحصل دلوقتي ان انا هوصل الاتنين بنفس التوصيلة بالكمبيوتر بنفس المكان وهستعمل حامل على المكتب وهستعمل اللي انا ولا لا. انا مش هعمل اي تعديلات في الصوت بالايكولايزر او باي تأسيرات صوتية مجرد ان انا اه هرفع الصوت بس شو عشان يبقى الاتنين في مستوى متماسل فنقدر نعرف بتاعت كل واحد منهم اشبه بالتاني ولا لا. يلا بينا. ده البرنامج اللي انا بستعمله في الكمبيوتر عشان اسجل بيه الصوت ممكن انت استعمل اي برنامج تاني علشان تطلع الصوت وتسجله عليه مجرد يعني انت هتعمله. اه انا بستعمل يعني قديم قوي بقاله مسلا متاع السبع تمان سنين. اه وعامل بتاعه على خمسة وسبعين في المية. يعني التلات اربع الصوت بتاعي عندي علوان دوت مايكروفون دايناميك فهحتاج شوية جين عليه شوية خمسة وسبعين في المية ده نسبة كويس ان انا احطه على بتاعي. دلوقتي هنسمع الاتنين وياريت يكون معاك عشان تقدر تسمع بالتفاصيل الدقيقة بتاعة الصوت. اول حاجة صوت المايك لما يبقى في ايدي. احنا دلوقتي بنعمل تجربة على المايكروفون شور اس ام فيفتي ايت لما يكون قريب من الفم. احنا دلوقتي بنعمل تجربة للمايكروفون شور اس ام فيفتي ايت على بعد حوالي خمسة وعشرين سنتي من البق لما بيكون محطوطة على تربيزة. احنا دلوقتي بنعمل تجربة على المايكروفون اي كي جي بي فايف اس لما يكون قريب من الفم. احنا دلوقتي بنعمل تجربة للمايكروفون اي كي جي بي فايف اس لما نحطه على التربيزة على بعد حوالي خمسة وعشرين سنتي. هتلاقي ان الصوت بتاع الاتنين يعني مقارب جدا لبعضهم وممكن انت تتفضل واحد عن التاني. ما اعتقدش هيبقى التفضيل لوحد منهم ولكن الشور طبعا ده ما عليوش اي خلاف. ولكن بخارني بالمستوى بتاعه اي بيتهايق لي ده مايك ممتاز وانا هحط لكم لنك ليه بحيس اللي عايز اجرب دوت برضو بالاضافة لمايكات التانية اللي احنا قدبناها قبل كده. وهشوفكم الحلقة الجاية. اشتركوا في القناة